ضمن محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البرنامج الحكومي توسع حكومة السوداني من التعاملات الألكترونية واعتماد الأتمة للحد من عملية الفساد المالي والإداري قرارات مجلس الوزراء تشدد على إسراء الوزارات والهيئات الحكومية على الانتقال من التعاملات الورقية إلى الألكترونية أحد الأنظمة المهمة التي تتحدث عنها الحكومة الآن هو الأتمة يعني بين الضرائب والقمارق مثلا حدود هذا يوفر حد كبير ويقوض من عملية التهرب الضريبي إلى حد كبير يعني كل المختصين في هذا الشيء يقولون هناك 7 إلى 8 مليار دولار يجب أن يحصل عليها العراق جراء الاستيرادات والتصدير لكن ما يحصل هو بحدود مليار دولار بمعنى بسبب عدم وجود الأتمة نخسر 7 مليار دولار سنويا فيما لو تم تطبيق هذا القانون الأتمة هذا النظام التقني أعتقد سيكون هناك دعم كبير للموازنة التحادية ودعم كبير للموارد غير النفطية وفي خطوة أخرى لمحاربة الفساد يجد مختصون أن تعاقد الجهات الحكومية مع شركات تدقيق مالية عالمية سيقوض من حجم الفساد ويخلق بيئة مالية سليمة بعيدة عن الشبهات لا سيما وأن تلك الشركات تمتلك خبرات طويلة في التحري عن المعاملات المالية الأكثر تعقيدا وبإمكانها الوصول إلى الأموال أينما كانت تبني شركات التدقيق الدولية بالتعاون مع ديوان رقابة المالية الاتحادي سيساهم في إمكانية تتبع حركة الأموال التي غادرت العراق وإمكانية استرداد جزء منها تفعيل دور مثل هذه الشركات في البيئة المحلية سيعطي رصانة للنظام المحاسبي المحلي باتجاه الانفتاح على معايير الابلاغ المالي الدولي التي تمثل أحد أهم متطلبات المستثمر الدولي المستثمر الدولي الآن يتطلع إلى الثقة بالمعلومات المحاسبية وتسعى الحكومة عبر هذه الإصلاحات المالية إلى الحفاظ على المال العام من الهدر والسرقة فضلا عن تسخير الأموال نحو إنجاز المشاريع الخدمية الأساسية إلى جانب خلق بيئة مالية سليمة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية تسهم في جزء الحكومة